موسيقى سيد الخير أهلا وسهلا في هذه الحلقة الجديدة من شكرا على الحضور شكرا لكم على المتابعة أهلا في هذا الحوار وهذا النقاش مع زوديو في الواقع ضيف ثاني سيحل بعد قليل في الجزء الثاني عضو لجنة 13 لنيدا تونس ونفهم أنه بش نخوض في موضوع نيدا تونس والتغييرات في نيدا تونس وسيد بوجم عرميلي وهو النطق الرسمي باسم حزب نيدا تونس وعضو لجنة 13 لجنة التي شكلها رئيس الجمهورية لتقديم حل وقدمت الأسبوع الماضي يوم الخميس الماضي مبادرة مبادرتها ما سمتها بالتسوية الندائية وهذه التسوية التي قدمتها لم تسوي الصراع القائم ولم تقدم حلا لكلا الطرفين والترف الرافض بقيا رافضا واعتبر أنها مبادرة حازت إلى طرف معين في الجزء الثاني سيد بوجم عرميلي سيجيب عن هذا وفي الجزء الأول ساقبل السيد منذر بالحاجة عليه عضو المكتب التنفيذي لنيدا تونس والنائب بمجلس نواب الشعب عن نيدا تونس وايضا من مجموعة الـ 32 و 31 مرحبا بك سيمنذر وبك عيشك ومن نظارة بتاعك أهلا وسهلا وشكرا على الحضور عيشك كما في التقديم عندك حاجة ناقصة المكتب السياسي تحل المكتب السياسي المنتخب الهيك الوحيد المنتخب واللي تحل لأنه كنت هو كل هيك الحزب القيادية انحلت ما زال الهيئة تأسيسية لا ما زال يدهوني صديق مناتق راسمي يتكلم كناتق راسمي الهيئة تأسيسية لا الهيئة تأسيسية في حكم المعدومة قانون السيب بكر ونرجى القانون في رأيك وفي رأي الطرف الآخر عضاء الهيئة تأسيسية سيب بكر عيشك في محذر موجود المحذر قررت الهيئة تأسيسية إجباعا أنه تحن نفسها وتنسهر في المكتب السياسي فيه جزء تأسيسي وفيه جزء منتخب وكان الأفضل توا وكذلك ما شوي عقل لنا نقول الأفضل كان الحفاظ على الشرعية تدعمها بالتوافق ما يصير حد شيء مثلا حتى مشكل ونواسل ونبشي المؤتمر الانتخابي لأنه في الأساس شنية الموضوع هو الموضوع هنينيوم كنا نتحدث في مشاكل تونس ونتحاول ونختلف فيها واختلفنا في عديد المحطات سابقا ما مش مشكل أما كنا نتحاول وتتعادل الهراء وتتعادل المواقف وفي الأخر القرار موحد اليوم معاش الناجم قالوا مكتب السياسي تحل اسمعنا بحلانه في الإعلام ما فهمتش شنية السلطة الخارقة العادلة تحل هيكل شرعي مدخب في الإعلام بعدين المكتب التفيذي منع بأن يجتمع لهو أعلى سلطة تقريرية في حزب حركة لدى تونس ماذا تبقى إذن؟ لا عادل رئيس ولا نواب رئيس ولا منعام ولا 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 ومكتب سياسي ولا مكتب تفيذي ايش قد بيش ناجموا نتحدثوا ايش نوما ديتار ناجموا نتحدثوا فيه العملية ذي تذكرني أنا رو بالبلغات رقم واحد تعرفهم بلغات رقم واحد شمعني بلغ رقم واحد بلغات رقم واحد اللي كانت تتصير في المشرق العربي في الخمسينات واللي نبهلها رئيس برقيبة رحمه الله حلينا الدستور والبرلمان والحكومة والصحافة والحزاب والنقبات وكذائر غير ذلك وتونس شوفهم بعد شنعملو لكم واذا هو اسمح لي سيماندر وطبعا بلغ رقم واحد هو زار في إفريقيا زادا ايضا في الدول الإفريقية تفاصيل أنا السؤال اللي يهمني ولي يهم الرأي العام وقتاش بشتوفها مشاكلكم هنا قطعنا هنا رجعنا هنا علقنا هنا مش نستقيلو هنا بطلنا معاش مش نستقيلو اي مش مش يصير توا اي ومبعد تقول انت ولا مسلسل مكسيكي معناتها لا قادك اكثر مسلسل مكسيكي لا اما الفرق سيبو بكر رجال سوية تنتباه لانو قياس معوجود الفرق لانو مسلسل مكسيكي تعرفوا كيفاش يبدأ ما تعرفوش كيفاش شوفها هذا حالكم هذا احنا عارفينو كيفاش بشوفها كيفاش عارفينو كيفاش بشوفها لا نتنازل عندي فعلي عن تونس ولن نتنازل على شراعية هكامل لك بحلي قصة تونس على جنب ساع ايه ماكمش تونس انا في وقت من الوقعت عندي كنتي في حصة كما هذه في وقت من الوقعت عندي كنتي في حصة مماثلة هذية قلت لك انا رو الخيروني بين التونس ويدا تونس سلنا اختار تونس ونحلوني دا تونس معناش مشكلة لأنه هذيك هي البوصلة الحقنية ما نحن بوصلة أخرى توشيه بعض الحكمة وكذلك سترتون وضحها المسألة ثم زوز مبادي أساسية اللي هي الهيك الشرعية والتسهيل الديمقراطي شنو أبربي فيه هم أذوم الممكن في حزب حزب يقول هارتلي تأسس أنه حزب ديمقراطي وأنه سيدافع الديمقراطية وسيحاول ترسيخ التجربة الديمقراطية أنه هذا من العزيزة علينا أن نتمسكه بالشرعية ونتمسكه بالأسالي بالتسهيل الديمقراطي ماذا بالعزيزة علينا اللهم أنكذف ما شيء أخرى هالأشياء الأخرى هذه الاعتبارات الأخرى هلها تلزمونا في شيء سؤال الأهم هولي تسألتم وما جاوبني شوين ما يشير كيفاش توفى الحكاية الهدرة بهذه المسلسلة كيفاش تشوفها والله إحنا تريد ظليل العلام وتوانسة شافوا البارح عملنا اجتماع نسائي لسبب بسيط جدا جاوبني كيفاش بشوفها ها بشكر لكم عملنا اجتماع نسائي لأنه النساء هم اللي ربحون وفي نقطة في جملة مش لازم نكثروا منها الباجي قايد سبسي ربحكم وخاصة النساء لو النساء ربحون نحنا وربحوا سبسي بخطاب الباجي قايد سبسي لا لا ونساء ربحون نحنا وربحوا سبسي عليك دي ما تنساءوا الفضل عليكم لا مش فضل لا لأنه ثقافة سيدة عندك سيبو بكر ومساتك انتي ايضا انه شخصا اوحد وزعيم الاوحد بي مش اوحد بي مش اوحد مش اوحد سيباجي رئيس مؤسسة ندا تونس وسيباجي احنا عارتينه في قروسنا ودفعنا له ودفعنا لحزبنا ودفعنا معها لأراءنا وهذا يعرفو الخاص والعام ما زلتو تسندو فيش كرئيس جمهورية كرئيس جمهورية طبعا اذا كان في المعركة دي بتاع الارهاب مش هيدا الموضوع موضوع في ندا تونس وفي البلاد موضوع لا هنا مش كم تترا فيه انتي موضوع في البلاد في البلاد ثم مشاكل اليوم وعلينا الاقرار بان هناك مشاكل في تونس اليوم كيف تستوفة؟ ان احنا بدانا تداول موضوع الاستقالة حسيمة ولو خليني نحل قوسها بشوية ابتسامة في ندا تونس مع كل الاساف معاش حتى هنا عند الاشكون قد مستقلتنا معاش محصر مرزوق قرر تقديم استقالته لرئيس الحسيمة كان ذلك رمزيا واحتراما في شخص لا اكثر لا اقل لا اكثر لا اقل انما الهيكل الشرعية الهيكل الخير تتجاهل حزبتي مو عنده خيادة وعنده هيكل شرعية وعنده كذا تستقيل عندها معقول اليوم وصلت الامور في ندا تونس معا ثم حتى لعنج كون تستقيل هيئة السيسي سبحانه وحده سبحانه وتعالى يحذي العظام مغير ميم اما البشرة ما نجموش هذا يسيبو بكر القانوني مزيد قائمة لا ما هذا شقاعد نقول لك انا هي في حكم المعدومي قانونة انتي ما ثمك تيوري جوري ديك يا سيبو بكر روك يتحل انت نفسك معاش ناشم تقعد موجود في القانون حلت نفسها لهاي تأسيسية وانسهرت في المكتب السياسي الذي كان جزء منه من المؤسسين والجزء الاخر منتخاب من عضاء المكتب التنفيذي ومسايدة والسيدات النواب هذي حديقنا محسن مرزوق هي خطوة اولى ولها من الرمزية ما لها ولكنها حدها غادي معانتها نحن نتداول في اشياء اخرى ونتداول لنا نحن بالنسبة لنا ثمن مشروع لتأسى عليه ندى تونس ونتداول في تطوير هذا المشروع وفي تجديده والدفاع عنه والتزام به مجددا معانا حتى شكل في هذا من هوني نهار سبت ونهار لحد الجايسي بو بكر كما صريت نهار لحد اجتماع نسائي نهار سبت ان شاء الله اجتماع شبابي ومش نتقابلوا من بعد نهار لحد كأعظام مكتب تنفيذي وكنواب دي عنا اغلب يعني في الاغلب العام نفس الموقف في المسائل الكبرى على الاقل وسأتنا نتداول مدة يومين في المشروع هذا يسبت لحد وان شاء الله نخرج للتوانسة بقرارات غير مسبوقة في الأحزاب السياسية أنا نعرف انه جاهز القرارات لا القرارات جاهزة واتفق فيها يوم بين السبت والأحد صباحا والله يتعرف تنفيذها خاقول معطيتي عزب وأجي لا تنفيذها والاتفاق انه المبادرة اليوم لدى عند النواب وهو النواب الواحدة وثلاثين وثنين وثلاثين وخمسة وعشرين ونسمع في برشة ارقام هما اللي بشي قدموا استقالة من الحزب الارقام اللي قمت قل فيها حضرتك فيها دوشيفر ما سوق ضدنا انه احنا ثلاثة ولا ربعة ولا خمسة انا معرفة ارقام قد مفينتهم اليوم هاني نشوف في الاعلام فما ستاش منهم هما بشيل تحقوا بقتل نيابي اخرى نواب من الاخرين بشيل تحقوا بمعنى الامور ليست لان توقسن ببع اتر لابوليتيكا السياسة ماشي الدسايس وماشي المؤامرات وماشي لي شاعات المغرضة وغيرها السياسة ري مسألة جدية الشي اللي نجم نقولهول كل يوم انه موضوع انسحاب عديد النواب من كتلة نيادا تونس هذا ثابت وحصل اليوم حصل ثابت ومحسوم شنو المزال نواب من كتلة نيادا تونس شنسحبوا من الكتلة وقتاش نتصور موهنين الاخر الاسبوع الامور هذية كلها محسومة محسومة ابشكلك عليش على خاطر والله ما نجم بشكلك الشي اللي نقولولك سادو شيفر بوضوح كامل وطورت وين سيراوا بينيهم وطوراوا قداش من نايب والنايبة رفضوا ورفضنا ايضا الانسي كانوا عبروا على هذا في بين فالمسارات هذي عبرتوا على هذا في بين ورفضوا هالموضوع الورقة هذية متاع 13 ولا شنية اللي ما عدت تأدي حتى معنا لايجا هكا وبعد تونتون تفافق وتوافق مع روحك ولا تفافق مع الخصمك تتحاور مع خصومك ولا تتحاور مع روحك لذلك كان طيب يسو شهد اللهم كبش قد مستقالة نحو اللي يولي يسو في الشهد يعني مثلا مش معقول فباش اي اذا من الناس اتعرفوا احنا بالنسبة لنا الشرعية بطور الشرعية للنقاش والجدل والمساهمة والإثراء في الأمور اللي انتخبنا عليها والتي والتي سمحني سيبوك لخي نقولها لتونس اليوم واللي وعدنا بها والتزمنا بها واحنا وعين بأهمية الالتزام هذا وعين مسؤوليتنا في الموضوع هذا واللي آن من الذين يعتذرونها للتونسي هنا جميعا على عدم تحقيق ان شاء الله المحطة هذية جديدة تسمح لنا باش نمشيوا شنو المحطة جديدة محطة جديدة قتل السنة احنا في صدد التداور في تطوير المشروع وفي تدعيمه مشروع اللي اساسنا عليه ده تونس تونس الحدثية تونس الوطنية تونس الاصلاحات اللي مقابلينكم في الخصومكم عندهم مش نفس هذي المبادئ عندهم نفس هذي المبادئ ما نتساورش عندهم دخلوا على نفس المشروع وما زلوا يعملوا نعملوا نفس المشروع لكن صارتا شيء أخرى في الثنية مش كاك هي البساطة لأمور مش به البساطة لأمور معقدة أكثر أكثر تعقيد نفهم منذر بالحاجة لي أنه انتم اليوم قررتوا الاستقالة نواب قرروا وهو قرار نهائي الاستقالة من الكتلة وش قرار محسوم مبارا محسوم موضوع لا وتم تأجيل الأعلان إلى نهاية هذا الأسبوع معناها استقالة محسن مرزوق من الأمانة العامة تعني أنه انتظر النواب أو ينتظر استقالة النواب وبعدها يعني أن استقالته نهائيا من الحزب وتأسيس حزب جديد أصبحت مسألة مفرغ منه أنت تقرأ في الكافسي بوبكر لا نسأل فيك سيموندر تستقرأ لا نسأل فيك سيموندر آآ خلنا نبدالك من الأخر ماذا بي حزب أخر ما نعرف تلوجع لي حاسب معلوم هو بجدية أحد الخيارات المطروحة لأنه معاتش ممكن ندافع المشروع اللي تأس عليه نديا تونس في إطار من الجمود معاتش ممكن اليوم يلزمنا في أن تتحدث الناس وفين تذري وفين أفكار وعملنا تهو تجربة هذية ما بعد الانتخابات وكذي حتى التجربة هذية فيهنا وقص وفيه استنتاجات علينا خرج منها باستنتاجات مجد علاش برب يسيل وبكر نسئل سؤال لنا علاش ما صارتش مراجعة التعينات علاش ما شارتش تحييد المساجد واللي هي مسائل مش ما نتفقين فيها في حكمتنا صار تحييد المساجد وصار عليه أزمة والآن هناك خصومكم أو منافسينكم في الانتخابات طالبوا به قالت وزير الشؤون الدينية لأنه ذهب في تحييد المساجد هل قابسة صغيرة سيبو بكر فضل وانت صحافي متابع دقيق للوضع السياسي كان هذية تحييد المساجد ومراجعة التعينات زوزني قاتل تتفقنا فيها في الحوار الوطني محل إجماع وطني بما في ذلك كلمانا في الحكومة اليوم صحينها شنو شنو الحكومة تقيل إمام تقوم الدينية تقعد نوليو في المسيرات شنو الموضوع ذا دولة جدية سيبو بكر الدولة جدية مش عجوها توم سندين نحبيب السيد كريس الحكومة والله تسئلني انتم ولا انت اللي انتم أنا اسمق واني قلت طالبت بتغيير الحكومة ما طالبش بتغيير الحكومة طالبت بحكومة سياسية قلت منطق يفترض اليوم حكومة سياسية واعتبرت منفلتا عن المجموعة واعتبرت منفلتا عن خلق الله سبحانه وتعالى أجمع بي أسأل لاحظ اليوم لاحظ ناش كل جات المقفذ بما في ذلك السيدة رئيس الحكومة هو يتحدث على تحوير حكومته هذا التنسيب متعلاش هيا حكومة سياسية اي برئيس حكومة سياسية على كل حال على كل حال التوانسة كل والإعلامة كل كيف كنتم ما تتحدثوا على تحوير الوزاري صح ولا مسحش بو هذا ذا كان يعني يعني رئيس الحكومة مسحنا نحكو علي ايه هذه كان يعني حاجة يعني أنهو ناس كول جات المقفذ في مخص نحن الآن نقول لك 3 مسائل بسيطة روا سنساند حكومة الحبيب السيد وأي حكومة غيرها إن كانت حكومة حرب على 3 مسائل هني قلوم لك شنو ممن تقول إن كانت حكومة حرب على الرهاب وين كانت حكومة حرب على الفقر وين كانت حكومة حرب على التهميش هذي اللحور وسنسدها أيضا وسنسندها وسندعمها إن كانت أيضا حكومة اصلاحات كبرى في بلادنا. عليش? هذي يجب يشوفوه اذا كان ثم حكومة هكا. تقالوا يا هكذا. حكومة اذا تندق حكومة بحركة النهضة اليوم تعتبر انه. يا ولدي نخدم على مصلحة تونس مش نخدم على مصلحة الحزاب. كل حد ورايه. نخدم على مصلحة تونس. اني امني مصلحة تونس هذك هو. لبكي يتكي عليك. سيب عليك. مو عنا تجربة توا هات. رجل الدولة الميفبش. وما يستنددش. وانا البلاد واقفة اليوم. بلادنا واقفة. حكومة بلوكة. هايوة. هلاش نش بدك انا على مراجعة التعينات وعلى كذا وتغلغ في مفاصل ادارة وفي مفاصل الدولة. تي مو هذا هو. اخي تراجع تعينات متاع شريكك في الحكم. هذا شريك معاك اليوم حركة النهضة. متعتبروا اليوم تعينات حركة النهضة اليوم شريك معاك في الحكم. وانت تساند رئيس الحكومة. لانتش الفرق بيني وبينك. اتوا انت سحافي تسأل مفرق بينات وبينك حركة النهضة. وبينك بعض اطراف حزبي اخرى بما فيه. ما فيه. الناس عنا في الدياتون سادروا يفكروا بالطريقة هذي. انا نقول لي كاسي ابو بكر. انا جامو داترمين. اللي همني هو مصلحة اولس. وبعد نخزر الحزاب. اذا كان الوضع في البلاد يقتضي. مراجعة التعينات. وتحييد المساجد. وخلط ديناميكية جديدة في الدولة. نعم. ومصالحة اقتصادية ومالية شاملة. واشياء وقرارات جريئة اخرى. وقرارات اصلاحية كبرى. اذا كان هذي يقتضيه. هذي البرنامج. مبعد نشوفش كون ينفذوا. ما عنديش هاو النهضة. ومبعدها بربياش مش تحمل. لا 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 لا. تونس مش هكة كي من قال بورجي باك العام. نرجع بيك بربي للحزب. ولتأسيس حزب جديد. سؤالي تستغرب معناها وتقول هل بي البارح مثلا في الاجتماع متاعكم في الحمامات. اجتماع نسائي. لدينا ثلاثة قيادات. منظر بالحاجة علي. لازال عاكرمي. ومحسن مرزوق. حزب ثلاثة. وكل القيادات الرمزية والوزراء اللي عندهم اسهم عالية اليوم في سبر الاراة وكذا في الشقة الاخر. بيش بش تأسوا الحزب. من المشح في جدا هالتقدير هذي. علش. وغير مطابق للواقع. لانه البارح ثم سبعين هذو ما تبا في ذي حضرين. واللي هو في الاصل مش اجتماع حزبي حزبي كلاسيكي. هو اجتماع نسات داتونس. فدعوتنا دعولو النيبات متعني داتونس روة. دعوونا النيبات. هاي كالتصويره عندك. هاي كالتفضل. دعونا النيبات. اه نقول لهم لا مشيوشة خطر سبب بكر بن عكاشة بش يتغسش. لا. مش هكا الموضوع. معقول انه تحذر كي النساء تدعو الاجتماع انه يحذروا. طيف كامل من النواب و منه ثم النواب كيفينا معنى تهبا. هالكوا في التصوير. عديد النواب هالكوا اقول له. بالصور الموجودين. واكثر من ستين عذو مكتب تنفيذي ما يقرر بسبعين. سبع تسعة وستين ولا ثمانية وستين. عذو مكتب تنفيذي. عالمية وثمانين. لي اللي حذروا البارح هراء. على مية وثمانين. اللي تالبوا. توتحب تحكي اغلبية وقلية. اللي تالبوا اه بالمكتب تنفيذي كانت تتذكر منذ ثلاثة تسابيع. معلش وصلنا الهنا. لانه رفضت عقل الإجارة يعني أبسط الإجارة ترفضت 93 وبعد ولا و 96 ولا و 11 سلمناها لسيدة رئيس الحزب كونالو بربي مفضلك هذه أكثر من المشتر من النص المكتب التفيذي يطالب باجتماع هذا الهيكل مانيش بتدخل فيه غلبية وقلية أخوية تمو تعرف كيفاش في بوكر في حكاية الغلبية وقلية بربي لواش منحتقموش للصندوق توا لواش توا توافقي كينت يا غلبية وضامن الغلبية هاني أنا مستعد نقبل نكون أقلي نتعداول الصندوق في مؤتمر انتخابي فضل تقولوا أنو حزب ندى تونس انتهى ويقول محسن مرزوق ولا زالعاكمي تقول نفس الكلام سيمونظر أنو ندى تونس انتهى الشعب التونس يقول نفس الكلام لا لا خليني منهم خلي مش عب تونس الشعب التونس يقولون أنا النجم نقول لك و ببساطة ببساطة لا ما خليش علجنا بشعب التونس لا لا خلي فيها في سياسة مع شعب التونس ما عندي جاوبني على الكلمة جاوبني على الكلمة انت هات الضم صوتك لصوتك لا بشعب لك لا بشعب لك ما هو شين ضم صوتي ولا كذا لا 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 هو نفس الصوت الذي يتألم من ما قالت إليه التجربة وليات تونس وقعدنا أشهر ما نتكلموش ومدة ما نتكلموش بألم كبير كنت حسب سيبوا بكر الناس اللي كيف نحلى اللي يتحملتك اللي يتحملتك مش كايزة نتكلم حسن أفضل اليوم نجي نقول أرى نيداء تونس انتهى وحقيقة نيزم ونقول حقيقة للتونس لشعب التونسي بتمامه وكماله نيداء تونس كما عرفتموه هي تونس الغالب انتهى قيادية وزميلتك نايبة أونس حتى بدعات محصن مرزوق بما فيه أنتي ولزه العكرمي زميلتي في المكتب السياسي وزميلتك في البرلمان أيضا ونائبا وقالت أنه عليكم على محصن مرزوق خاصة أنه يعتذر على كلمة نيداء تونس انتهى هي صارت أزمة قيادة اعترفة بها الجميع جميع مع أنت هالشقين اللي تحبوا تصنف كيفاش تعترفوا به تم بعث لجنة 13 لجنة 13 الأطراف اللي كل قبلتها تجمش يتقبلها اليوم وغضوها تقولها واش نحلها تجمش هو مسار متكامل متجانس مكش بش تلقى فيه اللي تحبوا مية في المية ولكن الفرق في أنه فماش يكون يغضل الاشتر الكاس المعبب وفماش يكون يغضل الاشتر الكاس الفارغ احنا ديما نخيل نكونوا نتفاعل متاعنا إيجابي ما واش بيشرطه تعتيني لجنة 13 نحب عليه كله احنا عنا جهات الركح وفيهم تواب السيف ونواب ماش يمقابلين يقول لك نحبوا ننتخبل قيادة متاعنا شو دي تعملي توافقات وانا بعد فما انسان منجم شنش نشوفوا انه قيادة ديبولي قيادة احنا نقول المصلحة الوطنية تقترد ذلك هزمة القيادة احنا ما جناش لا شككنا لا في رئيس ولا مش في رئيس ولا في إيصال زميلات النواب الموجودين اليوم اماش قلت قلت مشوا تحت غطاء نداء تونس هم اللي قالوا مش عينة في الدعوة هذي اللي يقول نداء انتهى وقالوا سيمو حسن مرزوق وانا لهنا اخلاقيا اذا كان يحب انسان ولا قيادة يقعد في حركة نداء تونس وانا نحبو من كل يوقد اول حاجة يعتذر من ندائيين وقدام الشعب التونس خاطر كلمة نداء تونس انتهى ما هيش سهلة اذا كان يعتبروا انو نداء تونس انتهى كيف تقبل ان تكون اليوم مناضل كمحسن مرزوق وتقول ما نحبش الامانة العامة فما خارط طريق ياما نكونوا بالحق نحملوا منطق الدولة وهيبة الدولة اللي قلنا عليه نحترموا على قل اتفاقات فيما بيننا شقلنا انا لنلقاه وتنجم اللجنة تقول لي لا ولكن هذا الرفض في اقل من 24 ساع يظهر لي وانا كينك مبدئيا نرافض هذه انس الحطاب زميلتكم في الحزب وتعتاركم بالاعتذار على كلمة جاوبها لستاذ المسعودي خارك عديد جاوبها لستاذ المسعودي جاوبها في الحق لستاذ المسعودي انا لتلعزها برح لترسجلة طبع لانو ما زلت في حمامات كنا واحد شفتها في المخر جاوبها لستاذ المسعودي انا نعتبر انه اذا كان ثمن من اعتذار يا سيبو بكر هو اعتذار للشعب التونسي خلينا من تفاصيل الحزب مش دولة راو تحكينا على كل ما عليناش ما استحقش حتى التعقيم لك اما كان من اعتذار من الناس اللي كانوا في نيدة تونس وناضلوا في نيدة تونس وتحدثوا للتوانسة وكذلك لغالي ذلك فهو اعتذار لما لم نتمكن من انجازه بعد الانتخابات احنا ناس اصحاب امانة واصحاب بسئولية ولذلك انا هني كنت نحط فيك قلت لك على شنو نعتذر اما نيدة تونس كما عرفناه بكل رونق اللي فيه وبالخلافات اللي فيه وبالتنوع اللي فيه لغير ذلك وفي نهاية لامر القرن محد الحزب اللي معادش فيه نقول التوانسة معادش فيه اضطروا تجتمع فيه الناس وتتناقش فيه الناس فقد صفة الحزب وحلة وانتهى بصفتنا او باخرى فيه شرع ساعة اذيئة شو نهاية الأسبوع بشتعلنوا على تأسيس حزب جديد هو من الأهم نقطة ما تروح على النقاش نحن نتداول الان في موضوع معتبروه احنا اساسي ربما ما تشترناش الرئيس ببكرة ما احنا رانهكها نتداول في تطوير المشروع اللي تأسع اللي هنداته نستحينه ساعة تطويره دعمه تدهيمه وتجديده والمرور به من مرحلة الى مرحلة اخرى ونتصور في اخر الاسبوع هناك قرارات غير مسبوقة ستعلن على هذا الاساس على اساس المشروع على اساس المشروع هو احدى السياغ الواردة واللي فهم كانية كبيرة اعلان حزب جديد هني قلت لك بوضوح احدى السياغ الواردة لا مش سياغ الوحيد الواردة معنى هتدوروا على الوالله اي حزبة لحظة مش تاوى بشنقلك وبعد شوية بشنقلك اعلان حزب جديد واضح هم ذوكم في التصوير اللي عادك وكانش تعديهم خير عادي قلهم مفرجي عاديونا التصوير ذيك قلهم تشوف التعليق معدنى الناس هذي كل ما عندهش حق علينا عنده حق علينا الناس يقول سيبو بكر وماناش مؤخرين من نجل هذا جمعتوهم بالكيران شنية جمعتوهم بالكيران فما نسخ رحبت جمعتوهم بالكيران ما نجمتش محسوب كان نقول لك نشكون لمرأة اللي عرضتها زوز نساء عرضتهم برح زوز نساء كبار خلنحك يا ربي لتوانس لانو احنا مجروحين من الموضوع هذي نحييهم هم العمود الفقري لتونس أما نجم 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 لف مرأة حفلة لف مرأة لا حفلة موضوع ثاني لا حفلة موضوع ثاني اليوم أنا جبنا ألف مرأة هذي مشكم لألف مرأة ألفين تقسف اشتر رد الباقسم كما تحب بيسيرش فمشكون يقول ألف ونصف مشكون يقول ألف ألف بركة لو فيكم يعطيكم تعرف سي بو بكر في الجيهات وما نحبش أن نحبش أن نجرح بعض الرؤساء المديرين العامين لشركة جيهوية للنقل بعضوا خيات قالوا مشاو طلبوا خلصوا كار وقالوا نحبوا نعطوا حمامات معتوهم الشركير رؤساء مديرين عامين لشركة الجيهوية للنقل حبوا يكري وكار أنساء بشيار بتوليسي مع الحمامات هذي حقيقة الوضع عن حملة متعتطوع في نيداتونس اسمعني اسمعني عن حملة هذي خلصوا فيك عن حملة متعتطوع غير مسبوقة في نيداتونس في نيداتونس وكأنما الناس حاسة هذه آخر لحظة ممكنة للدفاع لك المشروع العظيم اللي بدينمي تبنعوا لي الكيس نيداتونس وإلا لي ما نتعدى على المينة المال لا لا نتعدى وش على المينة المال انا مش هيتون عطي انو ريك انا نسخد فاتورتي غدو اصبحت ونشرها شنول فيه ماشي باشا مسروف شنظم حاجة هاك دي انا كنت او فاتورتي اهنا تونشرها حتى علشنا بدير نستنى في الاسهلة من نوع هذا في العلاب وكأنما الناس عند احساس وحساس خير خاطئ روح انه يا اخي اكل حلمنا به يزب نشوف فيه مع بعضنا كان هذا المساج الوحيد في اجتماع البارح هو هذا اكل يتفقنا عليه واللي حلمنا به مع بعضنا يا تونسا يزب نصلوله ويزب نقدوه وبحاول الله السابق العليم وانا التزام امام التونسا لن نتدخرة جهدا في الاتجاه هذا علش ما توجهتوش لمناقشة المقترحة التسوية ندائية اللي قدمت لجنة الثلتاش عليها نقشنا اي مش محل نقاش تطوير اقتراح لا 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 يفتقدوا لركزتين سسيتين الشرعية مبدأ شرعية والهيكل شرعية الحزب ومبدأ التصير الديمقراطي اذا كان هذا ما ثميتش ما نجمش تعدي Tham على فكرة يعطيك سكوب مثلا عطيتنا وثيقة ب 16 صفحة لانا سيد يوسف الشهت وفيها كيفاش ناخذوا بخاطر الناس الكل وكيفاش الراذي والناس الكل والمهم انو نحافظو والحزب والمهم هو نحافظ على هيكل الشرعية والمهم انه نحافظ على تسير ديمقالاتي ونشي المؤتمر الدي خابي. هذا كله عطيته لسي يوسف الشاهد مكتوب. حبوكم تخرجوا. سمعني سمعني. مكتوب. نعم. حبوكم تخرجوا. فصديقي يوسف الشاهد والله هو اللي يتخايف عليه. حبوكم تخرجوا. حبوكم تخرجوا من الحزب. مايش المشكلة. مايش المشكلة. محسن مرزوق قال لن نخرج إلا إذا أخرجنا. خرجكم حد اليوم. لا لا لا. خرجكم حد. احنا سيدي واحد من زملائنا ل استاذ عبدالكيف يظهر لي عندك انت يا. ولا ربما ما في اجتماع من اجتماعات. قال ارأوا يا ولادي يا رأوا نفس اللي تنفسه فيه ما عادش ممكن. وهو كان محق في ذلك على اغلال صورة معبرة. اما لانه ما عادش حنا حتى كيفاش نجتمو. طرف بقى الوحيدة اللي نجمو نتنقشوا فيه ليوم شنية كانوا وابحنا. وكا القيادين. هيك المجموعة متاع ثلاثين نايب. المكان الوحيد اللي نجمو نتنقش فيه فقونا يزو نتلمو. عمل نشي مع جمرد. عمل نشي مع حمامات المرح. مش نعمل اجتماعات اخرى في الاخر الاسبوع القادة. وينتحدثوا مع ناس نحنا. يا رأوا القرار جماعي. القرار ليس فردي. وليس بيناتكي ما كنت قلتي ثلاثة اشخاص. ارأوا الزخم اللي يوران حلم اللي هز نيدا تونس واللي ربحها في الانتخابات. عالش ضيع في الوقت على نيدا تونس تو. على الحزب اللي بش تخليوه تخرجوا. قرر بش تخرجوا اليوم. عالش الجمعة جاية ولا اللي بعدها ولا اللي بعدها ولا خطر الحزب. شي قعد واقف استرنا فيكم تو. هذاك الفرق بيني وبيني كل فرق بيني وبيني حركة النهضة. لانو نهضة نهضة حزب وانتي قاعد تتحدث بنفس المنطق. احنا لا احنا مشروع في حزب. ما ثماش مشروع ما ثماش حزب. ما عناش حاجة اخرى. مشروع. لانه ضد تونس. اه. رقبتي سدد هذا. حاجة اخرى. ما وش هذا. لسنا ما نش قاعدين نتابعوا في نزوات شخصية. ما نش نتابعوا في مقاعد. نقول لك جملة سيبو بكر. هنقول لك سيبو بكر. اي. لو خرجنا كل من الحزب. نسلك سويل وانتي صحافي نبيهم والتتبع. دقيق للوضاع السياسية. هل تعرف حزب حاكم غادر منه جزء استقالوا منه جزء هكا. ما صارتش في تاريخ الانسانية. دونك يا بروبلم. تاريخ الانسانية لي. مشكل كمير. لا. سيبو بكر. اي. راوكي كنت القري في القندسوري في النظمة السياسية. ما عف مضوع الحزب السياسي. احب نفهم. انو بعد ما دخل. الحوية تعرفش كيفاش. ماكو معلميين. عطيوني حزب. هو في الحكمة. مشك استر الانتخابات. لا. رباح انتخابات. وصل للحكم. وغادرهو حديده موزي. بمجرد. مشتخرجوا من نداء تونس. وابشتكونوا حزب جديد. أصبح من تحصيل الحاصل. ابو. اصبح السيد. مش مثل الحاصل. ببعض بصتحالف على سبيل الدعابة. وبعد مشتازعوا للتحالف مع نداء تونس. اني جايك. اصبح السيد بو بكر بن عكشه. ينجم ينجم. قاعد نام في التنجيب وبعض مش ترجو التحالف معادي ده تونس خطوش تكونوا موسندين للحكومة لا جاوبتك على الحكومة لا لا مش ترجو التحالف مع الحزب اللي خرجتو من اودي جاوبتك على الحكومة احنا منوبلو قاعدين ونبلوو في موقف ايضا من موضوع الحكومة وسيعلن يوم السبت والحد القادم سادا محسن مرزوق قال نحنا موسندين للحكومة بالتأكيد لا لا اسمع محسن مرزوق ومتحدثة ومحسنة مطولا ومعمقا في البسائل هذه وكانت بنادنا اختلافات وقلتنا الحكومة هذه ما هي شباهية في وقت من الوقات أو ما تمليش العين أو ما تقديش الوظيفة كما نتصورها مش طالبوا بتمثيلكم في الحكومة هذه جديدة في التحوير هذا كجزء إذا كانتوا مخرجتوا نهار السبب ونهار لحد سألونا نتصور من جملة المسائل التي سنعلنها موقف من الحكومة أنه لن نساند الحكومة إلا إذا كانوا ممثلين فيه هل بشوالي وطرف آخر طرف خاص وانتكون أيضا حكومة إصلاحات أنا نساندها ولو ما فيها حتى حزب حتى وإن كانت فيها حركة النهضة يا ولدي والله وكان دراش يصير ما تأمن لي هذه مصلحة تونس هذي تأمن لي مصلحة تونس أنا هذك هو الصحيح بالنسبة لهم شو الفرق بينكم من الأخرين شو كون الأخرين ما ما فهمش كيف كيف شو كون الأخرين من هما الأخرين إن دا تونس وين هما الأخرين إن دا تونس سيبو جامعة رميلي منهم عمزلنا تقرسمي هو حلت كل هيكل وصديقي بو جامعة عمزلنا تقرسمي ما نعرش شو كاليك سيموندر الحاجة عبيد نقول الحاجة كما ترش منع للتوانس بقدر ما اعتذرنا عما حصل باسمنا ونيابة لعنا وبما حصل منا خاصة أحب أقول لكم حاجة إحنا رأنا فكل المشروع اللي بدينا به وباش نزيده نطوره شكرا وباش نزيده نقدمه وإن شاء الله تونس بلاد تقعد بلاد بلاد حرية ومتعد ديمقراطية ونجمو نتحدث في هكا إن شاء الله سيبو بكر نقدو نجمو نتحدث في بلادنا نتمنى هذا نتمنى هذا سيموندر بن حاجعلي برك الله فيك القيادي في حزب نيدا تونس حتى التو برك الله فيك شكرا جزيلا نستقبله بعد قليل سيد بوجمع الرميل يعوض لجنة الثلتاش لتسوية الخلافات داخل نيدا تونس نستقبله بعد قليل بعد هذا تقريلي وحيدا الغربي الأوضاع داخل نيدا تونس منذ مبادرة رئيس الجمهورية المجيقية سبسي مبادرة لحل الأزمة داخل النيداء بإحداث لجنة الثلتاش وتكليفها بمحاولة توفيق بين الشقي مهم ما لا تبدو سهلة في ذل احتدام السراع من جهة وحمى التصريحات والانقسامات من جهة أخرى الآن ثم مجموعة 13 قالت عمل فيه حلول هي اللي قدموه الآن اعتقد أنه هو منحاز إلى طرف ومنحاز إلى رؤية ولا يستجيب لأبسط ما هو مطلوب للحزب ذايا باش يسترجع قوته من خلال الديمقراطي ومتمر ديمقراطي ثم طرف رافض للمبادرة ضمنيا من قبل حتى ما تعطي المبادرة لأقليم باحة ولكن فرق ما بين اللي يلوج في الحل واللي يلوج في المشكل ويبقى سؤال الأبرز الفعالة لانتشال الحزب الأول من أزمته المحتجمة ومدانة جاعت مخرجات لجنة 13 في ذل عدم تفاعل قيادات الحزب معها رحبوا بالسيد بوجمع الرميلي مرحبا بيسي بوجمع أهلا وسهلا عضو لجنة 13 في نداء تونس ما زلت نتقر اسمي؟ أنا توا باسم أنا نداء أنا قيادي ولجنة 13 توا ما زلت موجود هاي فعالين ما أنا شو لنحاها؟ ما نحا حد ولكن ليلى ما هي الصفة هذه وكهو مرحبا عضو لجنة 13 وخنا نسأل بصفة عامة هل كل الحجاجة التي قدمت من الرافضين لمبادرة أو مقترحة تسوية الندائية اليوم عندهم الحق في شي؟ عندهم فهم حاجة عندهم فيهم الحق أنه يقولوا هذه مبادرة منحازة أنه هي نفس الأرى والمقترحات تنتع مجموعة جربة أو مجموعة حافظ قايد سبسيا وسميها ما شأت والله هذا النقد إذا كانوا هذا هو النقد المركزي والأساسي فيما يخص خارط طريق الجابة للجنة فهذا نقد غالط لأن ما اقترحناه مناقب تماما إلى جربة أتوقلك جربة قالت قالت مؤتمر تأسيسي بيتثبيت الهياكل يحضر فيه الهياكل وينتخب بتثبيت الهياكل أي بتثبيت الهياكل يحضر فيه لا ويحضر فيه الهياكل لا نحكي لك على مبادرة جربة أي ما هو قائد منتارن في نفس الوقت وتقول وأنهم ينتخبون يعني قيادة جديدة ثم بعد عام وعام ونص نعملوا مؤتمر الانتخاب عام وعام ونص أو عامين بينما احنا قلنا مؤتمر بالهياكل صحيح توافقي ما فيهش انتخابات جملة وبعد ستة شهر فقط نعمل مؤتمر انتخابي وبالتالي مريد شفين احنا جبنا وشنو مصلحتنا احنا اذا كانوا مقترح ما عندوش القبول كيمو قلو احنا شنو مصلحتنا باش نجيبوه ونحطوه نعرفوه مرفوض معنا حتى مصلح بالعكس احنا استمعنا الى كل الاطراف من جميع يعني الحساسيات الحزبية وخضنا ببعضنا وهي لجنة متنوعة وارتقانوا انه هذا المقترح نعرفوه مسبقا ان المقترح موجفش يعجز behind the Constitution لانه تعرفوه مسبقا ان المقترح مصلح scholars طبعا لانه كل واحد يحب المقترح تعه هو واذا كان بايقس تعهوه ما يعجبوش وبالتالي احنا من سبلينا المؤشر متخطابي هو انه مرفوضها من الاثنين فهذا دليل على نجي – لما زمARI – بهذا مرفوض من ولكن مشي وكاو هذا لأنه قدتك مش متابقي لمقترحة جربة عشي تحبو يقبله بعيد على مقترحة جربة مخالف لمقترحة جربة المختلف فيه فقط هو أنه مسألة الأمينة العامة بتوافقك لا 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 أنا أعود لك ونقول لك نعود لك مرة أخرى ونقول لك وهي مسألة هامة له مسألة هامة جدا وأنه بالنسبة إلى جربة المؤتمر التأسيسي يتم عن طريق الهيكل ولكنه انتخابي وهذا شيء ما كانش مقبول وهنا حنا نبيده ما كانش نجمون نقبلوه لأنه هات تنثبته سعى فيها فالهيكل وباش تنتخب يعني باش ترسي أغلبية وأقلية وثم يكون يقول هالهيكل الذي منحازة إلى طرف معين وبالتالي الانتخاب يش يأدي في واقع الأمر إلى انتصار شق معين وقلنا هذا يا مرفوض بينما احنا نقوله هذا المؤتمر تم التوافقات قبله والمؤتمر يقبل التوافقات والتوافقات تم معها جميع الأطراف من غير غالب ولا مغلوب الغالب الوحيد هو الحزب والبلاد هذا شكونا وبالتالي ثم اختلاف جوهري مع اخترحات جربة معناها المجموعة هذي اللي رافضة لهذا المقترح رافضة مهما كنت المقترحات تبجي ومشروحها البديل جاهز وتبحث عن ذلاءة نحبش نقرة في النوايا على كل حال أنا اللي سمعته من محصم مرزوق يختلفها لأبرشد السخرين ليس نفس الكلام راه محصم مرزوق ما يتكلمش على حزب جديد تقول أنا باقي في نداء تونس فقد تقول أنا الخطة ما عجبتنيش وأنا أستقيل من الأمان العام وهو رأي يختلف أنا أقول وأنه ربما المقصود من نقد مقترح 13 مش المقترح ومش الثلتاش ما وراء المقترح وموراء الثلتاش وكأن هذا المقترح جاي من جهة الماء هل هو من قصر الرئاسة هل هو من مجموعة ما يسمى جموعة حقاية سبسي بينما ما نقوله لا جاء من قصر الرئاسة ولا مجموعة حقاية سبسي هذا إجتهاد خاص باللجنة بعد الاستماع إلى جميع الأطراب أنا عديت حوار متول مع محسن مرزوق وحافظ قاية سبسي وريضاب الحاج وثمش كون شيف لازل العاكمي مش أنا ولكن كلفنش كون يشوفه إلى خيري ومنظر بالحاج عليه إلى خيري محوارات متولة شنو أحطيته في المبادرة من مقترحاتهم شنو أحنا نشوف ما جبناش يحط ما صففناش المقترحات وبدينا جبنى أمبانية ونحطوا هذا يكعب التفاح من هنا وكعبت مات المغادية مش هذا الموضوع جملا أحنا الموضوع متاعنا وأنه أي مقترح يلبي يعني المشاكل متروحة الحزب شو المشكل متروحة الحزب اليوم الحزب اليوم يصدي عنده أزمة قيادة شما يعني أزمة قيادة يعني كل الهياكل القيادية التأسيسية والتنفيذي والسياسي كلهم متوقفين أحنا وقفنا أنا شاركت في توقف كنا وقفنا وبالتالي أصبحت تعني مشكلة متى قيادة وبالتالي قلنا العملية الأولى والنقطة الأولى والمنطلق الأولى هو التعجيل بإيجاد قيادة توافقية نتفقوا عليه نلقاوها مش مشكلة وبما أننا عانا مشكلة وأنه كونتستاشون شكول لول شكولي ثاني وانا لول وانتي ثاني لأخير قلنا يا سيدي مش نعملوا أمانة عامة جماعية تخدم ستة شهور مش بياتي مشكلة مش تخدم ستة شهور وعلى غاية وخطة الرئيس وخطة بما أنه ثم مشكلة في هالشكول لو النامبر ون والذي ثم مشكلة لهذا طرح الإشكال هذي ولو هو اسم محمد الناصر محل الإجماع والحق قال ولكن على كل حال يعني ثم جو عام في هالاتجاه هذي وقلنا يا سيدي هذي مدسة شهور خلي ساعة تيح تنسيون خلي الحزب يركح خلي نسترجال عقولها خلي توفى الحروب الأهلية يوفى التناحر نتلهاب البلاد نتلهاب بوظائف الحزب ندعموا الحكومة ناخد مع البرلمان بشوية ساعة نبدلوا ساعة بساعة أخرى كم يقولوا فهذا المقوة وبالتالي ولكن من غير ما نبعدوه ستة شهور بحد شي ستة شهور غمض عينيك تحلم ستة شهور ولكن المفيد هو أنه مؤتمر انتخاب يعاود الهيكل كل المحلية والجهوية وينتخب قيادة جديدة بالانتخاب بالتوافق بالنسبية كما بالأغلبية بالأقلية هل أنه بلجنة التلتاش وهذه المبادرة مازلت منفتحة على تعديل شوف الخوف كل الخوف معناها من ناحية بي وأنه ندخل في مفاوضة جديدة تتحللنا كما يقولوا بالتونسي جاء عفرية جديدة وندخل في مساومات والحزب يضيع شأنه زياد ديابت أكثر ما وهابت لأنه الحزب توصل إلى حد ما عايش ينجم يزيد ديابت أكثر يعني وبتالي إنقاذ الحزب بحل مش خارق العادة مياه في المياه حل حل في حد أدنى من العقل ومن التماثل هكذا مش تخسروا جزء هام مش تخسرهم قرروا المغادرة ونقول لك ناسي بوجم عرميلي أنهم قرروا مغادرة الحزب ومنذب الحاجة علي كان بحدنا ويقول نهاية الأسبوع النواب عددهم قال بالعشرات عشر عشرين خمسة وعشرين ثلاثين مش يغادروا والقرار أصبح محسوم المسألة أنه نهاية الأسبوع مش يخذوا قرارات غير مسبوك لنهاية الأسبوع القدم هكي يقول سيمون ذرب الحاجة لي فالمسألة أصبحت وعلى الحال ومش يغادروا الحزب فمغادرة الحزب أصبح خسارة جيتوا بش تربحوا تخسر جزء مهم شوف ثم وانتي تعرف أكثر من شوف قال يظهر لي ثم طريقتين لتناول هذا الموضوع ياما قرار تكوين حزب جديد موجود وجيب اللي تحب أنا أنا نعطرعيك قد 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 يا أما يا أما هذا يا أما سيناريو هذا لا خليني من يا أما أعطيني صحيح لا صحيح صحيح مش نعطيه لك والله ما نعرفهم بلس يا أما هذا السيناريو هذا موجود يعني أنا ماشي على روحي وهات ما شئت فهو مذبوح مسبق ما يعجبهم في العجب ما يعجبهم في العجب ما يعجبهم في العجب وهذا هو معناها حرية هذا القرار حتى حد أنا شخصيا نعتبر مش القرار المناسب مش القرار المناسب لأنه هؤلاء بكلهم كونوا لدي تونس بكلهم بكلهم مناظلين بكلهم وطنيين مخلصين بكلهم إطارات من أعلى تراز سيد الرئيس قال لي بشي جي ضد هذه النتيجة نتاع عمال لاجندة 13 معناها غير وطني شوف أنا منعش وإنها تصريحة باي قالوا سيد الرئيس أنا في بالي هالمبادرة هذية ما تماش حتى واحد ندائي مهما كان يعني من المناظل القاعدي إلى الرئيس المؤسس ما اعتبرهش هي آخر مبادرة لإنقاذ الحزب قبل إنها إيارة تم وبالتالي يعني من هذه الناحية إذا كان ما نعاونوهاش ما نعاونوش البلاد ما نعاونوش شعبنا على مواجهة الإرهاب والتنمية وغير وإن خلال بتاني سامة مشكلة لو لو هو الرئيس المؤسس بعدما مشاه رئاس الجمهورية أرجع يدخل لأنه هذي مسألة أنت مسألة تم الأمن القومي هو ما تامش إنكار أنه لجنة التوتاش خدمة عاملة مجهود وكذا ولكن الاتهام هو أن هذه اللجنة هي لجنة منحازة كلام قالوا مثلا الأمين العام المستقيل ولا غدو بشيستقيل غدنا صباحا محصد مرزوق في الاجتماع منتع البالح شوف أنا قلت أنه أنا منصبي كأمين عام ومسؤولي تيادية بعد حل المكتب السياسي معاش موجودة لذلك أنا مش نمشي نطلب من رئيس الحزب سيوم محمد الناصر عفائي من منصب أو مسؤولية الأمن العامة لكن المشروع أنا فيه مناضل فيه مؤسس فيه وباقي معروخيان ولن نخرج من أي مكان إلا إذا أخرجنا تماشي زمة قيادة تم أزمة تم أزمة وقعة افتعالها لناس ما تحبش أن تتونس أنه يقوى وتحب أن تتونس تم استضعافه لذلك الآن ناس من داخل الحزب اليوم عاملوا ما تعجربها هذه واللي عاملوا قبلها حوائج أخرين يحبوا يكسروا طلعوا الطلعة جديدة هعتقد أنه تونس يمكن تاخذ عليها جائس نوبل مرة أخرى جائس نوبل الاختراع السياسي اللي هي حزب بدون قيادة بدون رأس فيه معناها قيادة جماعية والليس نوبل خمسة من الناس وهذه معناها استحق نوبل أخرى لأنه مش تأدي لأن تونس بدون رأس خمسة من الناس مع بعضهم متعرف سنوة شكون يعمل سنوة وهذه مرة أخرى لإضعاف ندى تونس في السياحة الحجبية والنتيجة أنه طرف واحد اليوم ونفسنا نديخاب المقبل مش يولي هو اللي يشد الزعامة في الحياة الحجبية لذلك اللي هو الناذا وللحزاب الأخرين إذا كان ندى تونس معاش عنده زعامة واضحة في الحياة السياسية الحجبية فأنه مش تنتقل طبعاً الزعامات لحزاب الأخرين شوف الحل اللي اقترحوا فيه أحنا حل غير طبيعي اللي وضع غير طبيعي حل استثنائي حل متع أربع خمسة شهور ونعم المؤتمر اللي بيش يجيب الزعامة ويجيب القيادات ولكن توا عنها احنا أزمة زعامة وأزمة قيادة وش خاصة احنا كان قاعد سيمو حمد النصر رئيسنا وصف محزو مرسوق أمين العام ولكن تخلنا فيه أزمة شاملة هم سبب في الأزمة لا بوديتو جامل لبي احنا كنا متسبب في الأزمة بدون استثناء كنا اذا كان مش برشة شوية وبالتالي احنا قلنا اعطينا فقط هم اللي كانوا يقودوا في الحزب كنا نكونوا يقودوا في الحزب موش وحد هم كانوا يقودوا في الحزب ايا يتحملوا جزء من المسؤولين الزعامة يتحملوا جزء من مسؤولية الفشل وهو كذلك ومن موقعهم هذا من موقعهم في الرئيس وفي الرئاس ولكن احنا منحبش تقل عليهم منحبش تقل عليهم احنا نقولوا يا سيدي احنا معهم احنا معهم في الأزمة واحنا معهم في إفساد هذا الموضوع وفي هذا الشلل وفي هذا التجميد الحزب بني دا تونس جمد نفسه وبالتالي احنا نقولوا هذا الوضع وصل إلى حد من الصعوبات ومن الاحتقان ومن المعارضات الناس في بعضها إلى خلي فأعطينا قيادة مرحلية ستة شهور جماعية كل واحد يقيم وظيفه لكن يتناسقه مع بعضه يا خيوة واحد غدوة أمين عام كيمش يتكلم ويعملش يحبه ولا رئيسه كاش لهذه زادة نظرة جديدة في الزعامة بدعة زادة هي يخذه عليها جيس نوبل هي ما يمشل ما يشاور زادة ولا يخدم واحده زادة بلكش زادة الفشل جاء منه أنه زادة خدمة أحدها زادة وجاءتنا المصائب من هذية كل واحدة ولا يخدم واحده ربما زادة هذا زادة سبب من أسبب الفشل مش تحكي على محسن مرزوقة بما فيه بما فيه زادة وهذا ينوجه له أنا نقد أخوي ولكن خدم واحده يعني فقط ملوقات هرب علينا شوية ما عاش نعرفه ما يعمل قلنا له ياسي محسن مجيش اره اره نحن معك وبالتالي غدوة مهما كان الشكل رئيس وحده ولا أمين عام وحده بشي شاور ونحن قلنا هالتشاور هذا يكون فيه أمانة جماعية مؤقتة يعني منذ ستة شهور ونبعد نعمل رئيس نعمل أمين عام وغيره شبه شنون مانا فما حتى مانا يعني وبالتالي هذه حلوة استثنائية فيها بدعة صحيح ولكن نحن بيدنا حالة مبدع ما يمشي كان بالبدعة والإبداع شبه ما البدعة هي والإبداع فيها هل انسحاب هذه المجموعة سيضعب نيدا تونس أو مش خليه يستقر ويرجع له الهدوء حتى واحد في نيدا تونس عنقلك أنا بكل صراحة لا يتكلم الآن عن انسحاب وما يحبش حتى واحد حتى نيداء يخج من نيدا تونس وسنعمل المستحيل باش حتى واحد بيغادر نيدا تونس شو المستحيل عن مبادرة وتقوله ستنفذ كما هي ومبادرة مرفوضة لا هالمبادرة هذية أنا أقول مرفوضة مش على خاطر المبادرة مرفوضة لأشياء أخرى تتجاوز المبادرة واحنا بش نقوله هالمبادرة هذية يقبلوها كما هي كمبادرة هذيك مش من خلال قراءتها شنو اللي وراها ولي ما وراها شنو ورا حد شي هي مبادرة هذيكية هي بيدة وبالتالي هالمبادرة هذية ما تفسد شي بإمكانها وأن تحل المشكل نتعامل معها بإيجابية هي طبعا مش المبادرة الخارق العادة مش اكتشاف يعني البومباتوميك هي حاجة بديهية فيها معقولية المرلولة مؤتمر يعني على مدة قصيرة بعد عشرين يوم توافق يخرج قيادة وهالقيادة تحضر مؤتمر مع لجنة مستقلة يعني لا تترشح هل ساهم فيها رئيس الجمهورية هذه المبادرة سياغة هذه المبادرة هل ساهم فيها رئيس الجمهورية لم يساهم فيها وكي قلنا له بش نورية قل ما تورينو شيء اخدموا انا عطيتكم مهمة تخرجوا الحزب من هالوارتة اللي فيها وحل في جورته فيها البلاد لأنوض حزب حاكم وعندو حكومة يزمي دعمها وعندو برلمالزم تلعش عليها شكل لجنة ولم يتطلع على نتائج السيد الرئيس المؤسس الباجي قد سمسي الوثيقة كما شفهش لا يتطلع على سيطلع على كلها شفهم بعد يمكن ومؤكد شفهم بعد هذا كما شفهش كما شفهم بعد شفهم بعد شنورة يخفه مقالة برقوبا نجحوها وكهول مفيد نجحوها كيف نجحوها اليوم هذا السؤال سيبولان احنا بش نجحوها بش نطرحوها لنيدائيين اليوم رامي جافزوا الميكروكوزم متعتورنصر نيدائيين ثم في الجهات ثم في المحليات ويكلموا فينا كل يوم بتاليفون يقولوا انقذوا الحزب بأي حل ان كان ما هوش حل يعني افضل ما اخرج لأمة المؤمنين يعني حل باستة فقط منعونا حزبنا من الانهيار وهذا مناسب بش يجيو و بش يساهم في انقاذ الحزب هم يقولوا حتى المجموعة يقولوا كلام اخر معنا انوا رأوا عديد القواعد والندائيين الي هما ضد الوضع الحالي في نيداتونس ويستنعوا فينا وقتش نخرجو الهو لا هم يقولوا الخروج ارو حتى حد ما يمنع حتى حد منخرج احنا فقط نقولوا ماذا بينا الخروج لأ ماذا بينا الخروج لأ لكن كان واحد مقرر هو دي جايب شوكش فتحبناعمله ماذا بينا الخروج لا ولا فائدة بالخروج لا مصلح بالخروج وما ثماش علاش اشنو الإمانع احنا طوش واني صارونا احنا في الناتوس لا نفرطوا بعضنا هك يا سيدي صارت خلافات دكر لا نجاوزوها الخلافات يا سيدي شو اللي صارت شو ما جاو الخلافات معرفناش إدارة يعني شأننا في بعضنا ربما ثم ناس تتصوروا أنو الحزب منجم يكون إلا نوع من الملكية الفردية منجمش يكون ملكية فردية لا هذا ولا اللي ذاك منجم يكون إلا ملكية جماعية يتصرفين ناس كل الناس كلها مسؤولين عن ولادته وعن نموه وعن تطوره وعن مصيره وكل ناس عندهم فيه لقش أنت كنت مع نفس المجموعة الأخرى سيبو جماع شوف وغيرت الموقع لم أكن مع أي مجموعة فقط أنا مثلاً لمشيت الجربة لأنو ما تصير الجربة وكن ضد حل المكتب السياسي بشوي هاني جايك كنت ضد حل المكتب السياسي ولا زلت ولا زلت لمشيت الجربة لأني اعتبرت أنو لمشيت الجربة تعمل جربة غاديك ووحدك وبعط عاية تقول له والله ما سالش كان الرئيس والأمي العام يجي ومش معقول هذي موشيت الشربة ممشيتش لجيسي مع الهاية تأسيسي اعتبرت وأحنا مستدعونش بعض المنافق مجيش فهمتني؟ مشيت للمكتب التنفيذي في الحمامات صار فيها ما صار وروحت ولكن بعد كل هذا غيرت الموقف لم أغير حتى موقف أنا توا في البحث عن حل الحزب وللحزبيين على اختلاف مشاريبهم أنا توا في موقع انقاذ حزب مش انقاذ مجموعة الفلانية أو الفلتانية مش نجي مع هذا ولا ذاك مهمنيش أنا ما عندي حتى مسألة وأنه إنسان فلان أو فلتان أنا فقط الحزب هذيا وصل إلى أبعد الحدود في مخصة تدافر متى حالته لابد من حالة إنقاذية متاع إنسان يلزموا الإنعاش والسيروم اتترى مش إجا نعمل به طرح ركبي حتى يوقف على سقيه وحتى يصح وحتى يمشي وانتوا تعون به إلتح بنتي توا من نجيمش يدخل في عفس ورفس ودزني واندزك توا في حالة هشة ضعيف اللي بدلنا متاع الحزب ضعيف برشا من نجيمش يتحمل الدرزان من نجيمش يلزم نعطيه فترة متاع نقاها مش يرجع شوية قوته يتنفس ستة شهور ومن بعد نعوده نظموا بها الواحدة ونظموا بها الخلافات والانتخابات وغيره هذي اللي نقول هذا رأيه في الأثناء أنه لجنة 13 هذي يقول سيرازة العكرمي أنها معنى هالأجزة اللجنة اللي جيت لحل نزاع داخل الحزب يقول أنه انتهى دورها وتم حلها شوفوا التصريح بدان جاكسي بجانب اللجنة 13 نحن أعلن حلها اليوم ولا عمل عليها ولا وجود لها وما تكتبه لا يساوي أكثر من الحبر اللي كتبت بي ما رأيك في التصريح؟ هو نظهر مؤسس وقيادي وعنده بيقول في السياسة عنده بيقول في روحه وعنده نزع لل لل التصريحات النارية وقال النداء دفنة هو إذا كان نداء دفنة كان نجي مكتفيب هذا كان دفنة لجنة الدفنة معه و ولجنة 13 دفنت أنا خايف أنه لظهري يولي كروكمار خدمة الدفنة هذه ثقافة موتة الدفن على بعضه ويدفن نداء ويدفن لجنة ويدفن دفن الكل أنا في باليحن أنا خايفة متاع حياة ومتاع بحث عن الحلول ومتاع عدم الهروب من بعضنا ومتاع عمل كل شيء الاقتراب من بعضنا مهما كانت يعني كل التصريحات سيبو جمعر ميلي تسب في كل تصريحات الرافضين هذه المبادرة حزب نيدا تونس انتهى ولجنة 13 انتهت ونحن ما زلنا في المشروع أي أن هذه المجموعة اليوم ستتعمل وتبني مشروع هو بدو المشروع الأول اللي يمعث عليه نيدا تونس وحزب نيدا تونس الأصلي يعتبر منتهي أي أنه لا وجود له اليوم هذه التصريحات وينتوب هذا يعني أنه فما حزب جديد سيخلق قليل له حسابه هذا ولا تقرأوا فيه تشوفوا فيه ولا شوف يجب تفرق ما بين التصريحات تصريح محصم رزوق اللي ما تفهمش على أصله ما قالش حزب نيدا تونس انتهى قال الشكل الحالي نيدا تونس وهذا الصريح صحيح نعم حتى احنا نقوله فيه نقوله نيدا تونس قام مرحلة وكأنه جبهة انتخابية لاهي فقط بما أنه مسألة الانتخابات وإنقاذ تونس إلى خريه وكان حامل مشروع ولكن إيجاد الأليات حتى المشروع يتحط في بلاست وتخدم على طول بطريقة منظمة ومتواصلة منظر بالحاج علي يقول كلام آخر نعم منظر بالحاج علي يقول كلام آخر لا بش نبين لك فقط وانا تصريحات شباش لبعضها أرد بالك ومش كيف كيف فرو وإلا كل واحد يلعب في دور في نفس لا لا كل واحد يعبر مش كما يعبر محصن كما منظر كما نصلك وانا نقول لك حتى ساعة حتى الساعة نوصلوا للانشقاقات والحزب الجديد والانسلاخات اللي تحكي لها مزر ما نعرفوش هذي تصريحات طيو نشوف احنا مضبين لا تصيرش ولكن حتى تصير ساعة احنا مكان تصير مه لا احنا بش نعمل كل شي احنا ندخل في عمليات فيها تفاعل وفيها تنسيب حتى واحد ما عنده قرآن منزل حتى واحد ما عنده حقيقة مطلقة حتى واحد ما عنده الحل الكامل الشامل اللي ما فيه حد شي كنا نعمل في الاجتهادات يخي شنوه هي لابوراتوار هي سياسة مثلا ماش يعني علوم صحيحة متاع ماتيماتيك هي بكلها يعني مقاربات وتقريب وجهات نظر وبالتالي من هذا المنطلق نجمو قلوها نجمو قربوها إلا إذا كان انت عندك أمور مسابقة يا أخو يا أمر يخصك سعب نقولك انتو ما بديتوا روى بالتصريحات لجنة التلوتاش مثلا أنه تقولوا اللي مش بشي قبل بالمبادرة هذي بشلقه روحوا خارج الحزب هذي كلم تقولوا وانتي مثلا سيبو جمعه رميلي ما قلت شاك بالضبط لا قلت هكا سيبو جمعه قل لا ما قل شاك بالضبط قلت احنا كلفنا بعملية كوموندوس طع انقاذ انقاذ حزب في خطر المياه دخله مو كل شير وبالتالي احنا ما نشبش نطولوا في الهدرة وندخلوا في نقاشات احنا توا قيم بها من مارس حتى التوا وماش نحن نشبشنا الكل بيدوني استرناء وبالتالي احنا ما نشبش نرجع ولكن نقاشات المطولة اللي كل واحد شادت فكرة مكبش فيها وميت عليها مسلمش فيها احنا مجيبوا فكرة اخرى والفكرة هذي بش ننفذوها من اجل فقط انقاذ الحزب وانبعد الحزبيين يعاودوا يتملكوا بحزب ويعاودوا يخوضوا فيه نقاشات اللي حبوا عليهم ويعاودوا يبنيوا ويعاودوا ينتخبوا ويعاودوا عمليا الديمقراطية اللي حبوا عليها ولكن احنا عنا عملية لابدة انتم اذا كما تمش اذا كما تمش مش عحل بشنا احنا لا يفكر بينا كنفش الحزب ينغار وهذا مسألة خطيرة هذي هو الموضران تعنا لأ وقلت الرفضين مش القاروح مخال الحزب معنها التسخين متاع الرافض يا القاروح والبارة لا مقلت شك زداء حضر الارضية المجموع هذي بش لا مقلت شك بش تعلن لا مقلت شك قلت احنا الخطة هذية ما عناش خيار اللي بش نفذوها كيف من نفذوها شي نهار الحزب واحد من تصريحات من عرضها يتحمل مسئولية مثلا لماذا قلت في صريحة يتحمل مسئوليته شبه يختلف قلت شك يا القاروح اللي عرض يتحمل مسئوليته شبه كل واحد مسئول عن افعاله وعن اقواله يا له ونعاود نقولها كل واحد مسئول عن موقفه من الببادرة هذي نعطيك الفرسيون حتى في كلام محسن مرزوق اليوم محسن مرزوق يلقى روحه في حرج انه مينجمش يعلن انه استقاله من الحزب اعلن استقالته من الامانة العامة وهذا يخصه هو فقط اما فيما يخص كل المجموعة التي معه وخاصة النواب ينتظر ان تكون المجموعة هل يكون فيها المجموعة بالاسم نواب وعباد ما همش نواب اعطيني اسمها مرجوش عن تلك اسمها لا ما نسمعش مجموعة هذه مجموعة وهمية مجموعة لا وجودة لا مجموعة بالشكل يمكن نصوره يقولوا 25 نايم ما نعرفش هل تعطيني اسمها ما ثم حتى يمنو هذا هل تعطون نشوفه هم يقولوا ما نعرفش ما نعرفش انا اطلبوا تثبت في هذا الامر هذه مجموعة هلامية مش معروفة طون شوفوه على الاقل قيادة يرانيهم البارح اربع ما نعرفش طون شوفو وقت لي جد الجد طون شوفوش كون يخرج بيكون حزب وشكون يخرج مكتلة ويعمل كتلة اخر طون شوفو مازان مازان منش في الامر هذي مازان وان شاء الله ما يصيرش امانو كل حال طون شوفو هذه مجموعة غامل منظر بالحاجة علي يقول انو كل resolutions قالتنا يصبحت فعلي انا عندي اثنين وتلاتين رابطول لهذه المبادرة لا مهمش رابطول انا ماشي ما فق معاك قالوا نان خريطو في مبادرة السيد الباجي قد سبسي الرئيس المؤسس ما قالوا وش نربطو قالو نان خريطو فيه ما قالوا وش نربطو قالوا نانش shoveوو في التفاوض vez فاللا قالوا نان خريطو في المبادرة او كان عندك تصريح اي مقطارحة تسوية قولوا مرفوض في الخارطة في مبادرة في آخر البيان يقولوا مقترحة تسوية المقترحة من الزم 13 مرفوض ما لا هذا تصريح فيه وفيه وعليه بيان بيان رسمي البيان يقول ننخلطه بعد ما ننخلطش ما ننخلطه بعد ما ننخلطه ما نعرفش ما هذا يبب بيانه وبيده مش واضح ما اللي يتسمى هاوك البيان هاوك وبناء عليها فنعبروا أن الخارطة المقترحة لسيجيبوا السرود السياسية ونوعية لحل الأزل انتهى هم ينخلط في المبادرة والمبادرة جابت خارطة يقولوا ما نحبوهش ما فهمت حتى شيئا ما فهمت حتى شيئا شكرا لك سيبو جماعة وبرك الله فيك شكرا ببرك الله فيك سيبو جماعة الريميلي وذن نتبعوه حتى حد من الزمي عرفوا الماشي الأمور ماشى الماشى اللي ما فيه خير تونس ربما حتى الانقسام ايضا قريبا وعلى أقل جزء من نيدي تونس سيغادر الحد لا أتمنا الإقسام أنا شخصيا شكرا جزيلا سيبو جماعة الريميلي ببرك الله فيك وعند الرجل صبح على خير موسيقى 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 اشتركوا في القناة